مرحبا بكم في جانا كوزين ما سوف نحوي لكم شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي وبصحة وعافية ونسمع كين الخير عليكم اليوم أرجعت لكم ببنة جديدة وكما قاعدين تشوفوا خبيزات خبيزات الدار عملتهم بالسميد والفارينة مع الكافتيجي اليوم كان الفطور سندويتشات بخبز الدار والكافتيجي كما العادة ما نتوين شاليكم ونمشوا المقادل ونبدأ على باركت الله ونقولوا باسم الله عندي هنا 500 جرام سمية درقيق سمية ارتب وعلي حتي 300 جرام فرينا دقيق ابيض عملت مغرفة ونصف قهوة ملح الملح تبيعها حسب الضوغ عملت هنا نصف كيس زيت نجم وضع زيت ديتونة وإلا زيت الماكلة عملتوني 20 جرام خميرة هذه الخبز الفرشكة حتيتها في المياه دافي وعليهم ام غرفة متاع مايكلة بسكر انتو ما كان عندكم الخميرة هذه الباكويد الحبيبيت نجمو تستعملوها انا بش نستعمل الربو انتو ما تنجمو تعجنو بيديكم خدمت الربو على كل شي نخليها تخدم شوية ومن بعد نبدأ نزيد بشوية بشوية الخميرة اللي بالماء والسكر نقعدو نعجنو في العجينة ونسيتو في الماء حتى لن تولي العجينة متماسكة ونجمو نخدمو بيها وتبدأ اترية ما عاد شكل حروشية متاع السميد فيها قاعد نعجن في العجينة لمدة عشر دقائق لازم تكون العجينة متماسكة ما لازمش تكون يابسة ولا مكبوسة بيش من بعد ما جانش الخبز يابس وهوني صبيت شوية زيت على العجينة كما قاعدين تشوفو لم يتهبيها وباش نغتيها ونحطها في بلاسة تكون دافية لمدة ساعة ترتاح باش تخمر اشتركوا في القناة 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 وغرينات فلفل وزدت عليهم روشة مع دنوس وبصل كما تعرفوا سندويتشات الجارة وزدت عليهم شويات اللي حصل انوتكم ومنشاهيكم نتمنى انه تعجبكم الوصفة امتى اليوم وتجربوا الخبيزات وتعملوا زداء الكافتيجي على طريقة متاعي وكما العادة اللي اول ما يتفرشوا الفيديو نتمنى انه يعمل اشتراك لي قناة ويفعل هيك جرس صغير بشي جيه اجديد متاعي وما تنسيوش اللي اعجبكم الفيديو تعملوا لايك وكمنتر وكين تحبو سيدا تعملوا بارتاج الفيديو انبوسكم باشا بوسيد ونقولكم بسلامة وفي امين الله ومولتقانا في فيديو جديد ان شاء الله